موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حناخذكم برضا في جولة أخرى نرجع لأيام الحلمية نتفرج أو نسمع عن الحرف اليدوية اللي كانت الناس بتنتهنها في الوقت ده عشان تكسب رزقها منها أول حفلة من الحرف دي لأيام صورات المية وده كان رجل بيشيل على كتفه كاميرا كبيرة وليها رجلين طويلة وليها غطى أسود كده حطه في الجنين أو في الأمادين ويصور الناس ويخش داخل اللي هو الغطاء الأسود ده علشان يصورها وكان بيه طبعا بيه بيطبع الصور وهو واقف قدامكو وده قبل ما تعمل المحلات بتاعت التصوير اللي احنا ما نشافها اليومين جدا واحد تاني كان اسم بيع الربابيكيا او اللي بيشتري اللي هو بيعدي في الشوارع والحواري يقول ربابيكيا وإلي عنده حاجة قديمة منطرون قديم بطلة قديمة جزمة قديمة كرسي قديم بيبيعه للراجل ده وفي نفس الوقت كان في حاجة اسمها سوق الكنتو سوق الكنتو تتروح فيه تلاقي كل الأشياء القديمة كلاسيو وطرابيزات والحاجات دي ومقهدوم الى آخرة وفيه كان راجل بيسن السككين اللي بيسن السككين ده كان بيشير على كتفه عجلة اللي هي رجلين وتحت رجلين دي فيه حاجة كده بيتتك عليه عشان تتدور العجلة وانت تقول ستات من بلاكوناتين زير السككين والساطور والحاجات دي كلها وتلف العجلة وفيه حاجة كده زي حجر هو ايه بيحط عليه السكين عشان ايه تستاني طبعا غير البقع الجائلين اللي كان بيجوا ويبيعوا البط والوز والفراخ والخضار والفاكهة الى آخرة في البيوت فيه واحد بقى تاني كان الرفة يعني ايه الرفة؟ الرفة ده لما يكون عند الناس دي هدوء قديمة اذا مثلا عند الركبة البنطلون باز او عند القعدة بتاعت الجسم البنطلون باز بيؤديلي الرفة ده فالرفة ده بيقعد بابرك وفتلة رفيعة بيحط حتة بنفس اللون من جوه علشان ما يبانش ان البنطلون ده مرقع قدام الناس الحاجة التانية اللي كان بيسلك البلعات كان في البلع العمامية في الشوارع لما تسد فيه الواحد بيجي كده ويقلع هدومه وينزل في داخل البلعات مع عن طريق الوزارة ويخش ايه يغطس تحت يعني عملية غير ادمية بالمرة وطبعا كل الاولاد كان بيقفوا وتفرجوا عليه لانه كان ينزل عريان خالص وطبعا هل كان فيه تأمين صح عليه هل كذا هل كذا الله اعلم حلق السحة يعني ايه حلق السحة لاح السحة دي مهنة بدأت في الريف اللي هو الشخص اللي هو عنده محل كده وبيتهر الولاد وبيتهر البنات وفي نفس وقت بيكتب كده عبت ادوية اي كلام يعني للناس موجودة ايه في الريف طبعا كان بيعمل مشاكل كتير جدا في عند الناس ده اخر الدرويش في المشعوذين والحجاب يروح واحد كده قعد في البيت وقفع نفس قوضة ولبس جربية مقطعة ولبس طرطوع على رأسه وخمسين سبح على ايده ودخانه بتاع ده ويقول لي انت فلانة وفلانة 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 انت جذك بيحبك انت جذك حيطلعك حاجات دي كلها وكان بيبقى لي بعض السوبيان قاعدين فوسط الناس اللي جايين له عشان يسمعها القصص من الناس الداخلين ايه عشان يقول له من هو يعني هما يخشاته يقول له تعال يا ابو فلانة تعال يا ابو فلان فبتانة يقول له ازاي عرفت لان كان لي واحد قاعد او واحدة قاعدة فوسط ام بتتكلم معهم صندوق الدنيا صندوق الدنيا ده برضك صندوق زي اللي احنا بنشوف كده بتغطي ويخش الاطفال فيه وعضوا على دكة تحت والراجل بقى اللي هو بيشغل صندوق الدنيا في حبة مزيكة وراها وبيشغل حبة صور كده الشطر حسن وست الحسنة والجمال وعنطر ابن شداد ومش عارف مين ومين وسأولا اطفال بقى يا ابو فرحانين كل واحد فيما يدفع مليم ولا مليم ولا نكلة ولا تعريفة الى اخر يعني الارجوز الارجوز ده برضك كان صندوق كده خشم والراجل من وراه برضك اللي هو ماسك الارجوز ده يعني راجل وست كده مع بعض اه وبعد ايه هو بيتكلم بقى الراجل بيتخاني مع ست وست خاني مع الراجل وطبعا ده كان شايع جدا جدا في مصر في الاحياء الشعبية او في اكتر في الريف اللي احنا بنتكلم عنهم اه الحاوي 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 ده بقى كان يجي ويعمل حركات كده زي زي السيرك بس سيرك ايه على مستوى الفرد وعلى مستوى المدموع الارجوز تنططه وينطه في الهوى وينزله الى اخرى وبعدين الحاوي ده كمان كان بيعمل عنده اه ناس بيجيبوا النار كده وينفخوا فيها ويحطوا مثلا حاجة كده اه 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 زي ما تقولوا دايرة كده من حديد اه استوى يعني ويخش فيها واحد منهم ينط فيها من ناحية ديه ناحية ديه ومن غير ايه النار ما تحرقوا الاخير اللي انا احنا اتكلم عنه كذلك اللي هو القراداتي القراداتي دي كان واحد يمشي معاه اه بالرق كده اه اه ومعاه ارد صغير يعني مثلسل كده ويقول له ورديني نوم العازب ورديني مش عارف مين ورديني كذا ورديني الراجل اللي ما عندهش مقاللي بترى مراته ولا ست اللي بترى جوزها ايه الاخره فده القراداتي كل اللي نيهن دي كلها كانت نيهن جميلة جدا جدا وكانت بتخلي الاطفال يتجمعها حواليها والناس كانت بتكسب منها مبالل محترم يعني على الاقل كانت الحيار خيصة وفي نفس الوقت الناس كانت بتحاول تجد اي فرصة تعمل او بتخلق نفسها اي فرصة تعمل ما بين الرفة ومسورات المية واللي بيسن السكاكين واللي بيبيعها البيوت كل الحاجات دي كلها تدرد على ان الفرد المصري كان بيبدع في انه يحاول يجد لنفسه اي وسيلة للكاسب الشريف علشان ما يمدش ايده لالناس بما فيهم الشخص اللي كان بينزل في بلعة المجاري عريام ملت علشان ما عرفش في اخر الشهر كان بياخد ايه من الحكومة في نفس الوقت ده جزاكم الله خير ولو عجبكم الفيلم شاركوه مع اصدقائكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة